بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما تعرفنا على معنى الفايدة المركبة والفارق بينها وبين البسيطة نبدأ بقى نشوف هنتعامل ازاي مع الفايدة المركبة اول درس برضو علمنا زي الفايدة البسيطة هي نفس الدروس تقريبا بس هنتعامل بفوائد مركبة وبقوانين طبعا الفايدة المركبة الفايدة والجملة ايه الفارق بالبسيطة ومركبة انا قلت المرة فاتت البسيطة يظل أصل رأس المال ثابت خلال فترة الاستثمار أما المراكبة تحسب الفايدة لكل فترة ثم يضاف رأس المال طبعا أنا مرضيتش أقول الكلام ده المرة فات بالعربي كده أنا وضحته بأمثلة رقمية عشان نفك تلاصم الموضوع طب إزاي أحسب الجملة قلنا أن جملة الفايدة المراكبة تساوي المبلغ طبعا نحن نفس الرموز هنستخدمها إيه المبلغ أي المعدل إن هنسميها المدة ونسميها الفترات يعني هي عدد الفترات إن هي هنا صح نسميها المدة أو عدد الفترات وطبعا إس هي الجملة بتاعتي خلاص الجملة اللي هي في نهاية المدة طيب واتفقنا أن الإن دايما بيكون في القس وده بسبب إن إحنا بنركب رأس المال مع الفايدة وده بيوصلنا لهذا القس طيب إحنا عارفين طبعا إن الجملة هي أصل رأس المال زائد الفايدة يعني إيه يعني الإيه زائد الآي يدينا الجملة طيب لو أنا عايز أحصل على الآي من هذه المعادلة الرياضية يبقى نقول الاس ناقص الاي يبقى إحنا لو طلب مني الفايدة في الفايدة المركبة يبقى أحسبها من هذا القانون أو من هذا القانون اللي اتنين دول نقدر نحسب بيهم الفايدة المركبة إذا كانت مطلوب حسابها هنا بقى مش بعمل زي البسيطة بحسب الفايدة بعدين الجملة لأ هنا أحسب الجملة بعدين الفايدة ممكن نجيبها بأحد الطرقتين دي الطريقة الأولى دي الطريقة التانية طيب الموضوع هنا بسيط ومباشر جدا طيب إحنا عندنا طبعا برضو زي ما خدنا في البسيطة الخصم والقيمة الحالية اللي لو أنا هدفع مبلغ مبكر أو عايز أخصم مبلغ معين بيبقى اسمه القيمة الحالية وكان عندنا حاجة اسمها أن القيمة الحالية لو نفكرك بس بالبسيطة نفسه برضو الفكرة بتسوي قيمة اسمية اللي كنت هدفعها في الآخر ناقص الخصم يدينا القيمة الحالية يبقى القيمة اللي كنت هدفعها في الآخر ناقص المبلغ أنا دفعته بعد الخصم يديني حاجة اسمها القيمة الحالية هنا بقى ده الأساس بتاع البسيطة لكن أنا مش عايز أنا بفكرك بس معنى ده كان في الفصل التاني معانا في البسيطة طيب دلوقتي إحنا عندنا عفوا عندنا القيمة حالية من قانون الفايدة مركبة لو فكرتك كده كنتبتلك قانون الفايدة المركبة في الجملة بيسوي إيه واحد زائد اي كل اس ان دي اسمها الجملة وده اسمه المبلغ اللي أنا دفعته فممكن نسميه كمان إيه القيمة الحالية يبقى الإيه بتاعني حاجتين بتاعني المبلغ أو رأس المال وتعني الكمة الحالية طب لو أنا عايز الكمة الحالية دي رياضيا بقى طلع الإيه برة يبقى ده ضرب يبقى الاس هتتقسم على واحد زائد اي اس ان يبقى هي جاية من القانون اللي فوق ده يبقى ايه لو خرجت برة هنقسم الاس على واحد زائد اي اس ان موضوع جابري بحث يعني وهي هي لو كتبتها بالشكل ده هي هي اس ليه بقى بكتبها بالشكل ده لأن حضرها الجزء اللي أنا علمت علي بالأحمر ده في جداول محمولة من زمان خالص اسمها جداول الفايدة مركبة الناس قعدت حسبت بأيديها قبل اختراع القالة الحسبة ازاي احسب واحد زائد ان كان القس ده مشكلة كبيرة جدا زمان فبدأوا يعملوا جداول اللي يحلوها بأيديهم يقولك لو قايب 10% لو قايب 12% لو قايب 9% لو قايب 8% وقاعد يحسب ولو حط الفلوس سنة سنتين ثلاث اربعة فترة وهكذا طلع لنا جداول موجودة عندك في اخر الكتاب من اول صفحة هقولك 525 وخمسمائة وعشان هقولك بالزبط الصفحات في المرجع الاساسي اللي احنا شغالين منه وجداول فترة مركبة دي موجودة اونلاين على جوجل ويعني نقدر نطلع عليها في اي وقت بس دي كانت قبل استخدام القالة الحسبة الجزء اللي انا علمت عليها بالاحمر دي محسوبة عند اي معينة وان معينة في الجداول يحرك لو طلعت مثلا اي بعشر في المية وان بعشر سنوات يبقى بص في الجدول على طول هطلع قيمة الحتة اللي انا عمل عليها مربع دي واضربها في الاسي بقى جبت القيمة الحالية على طول وكذلك الواحد زائد اي اس ان دي على فكر اللي بتاعت الجملة دي برضو لها جدول اسمه جدول الجملة وده اسمه جدول القيمة الحالية يبقى كل حاجة هنا عندنا لها جداول طبعا الجداول للاطلاع فقط انا ده نصحتي يعني لان احنا اول ما اخترعوا الان الحسبة خلاص نقدر نحل اي حاجة بالان الحسبة ولكن هنشوف ازاي بنطلع برضو على الجداول وكده عرفنا ازاي نحسب الاس واحد زائد اي اس ان نضربها في المبلغ او نحسب القيمة الحالية من الاس وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة نطبق على هذي القوانين ونشوف بقى ايه الافكار اللي ممكن تيجي تعكسنا مع الفايدة المركبة ونلتقي على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة